النهاردة بقى وإحنا بنتكلم عن الأهلي وقد إيه النادي الأهلي رقم واحد ولما تيجي تقول كلمة رقم واحد دي معناها إن الكل بينظر لك والكل بيحاول يقلدك ومش بس كده الكل بيلجأ لك علشان يستفيد من خبراتك ويستفيد من اللي عندك ومن تجربك اللي هي رادي رقم واحد النهاردة الأهلي بيستقبل نادي أو وفد نادي سامبا التنزاني النهاردة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي استقبل باربرا جونزالو ودي طبعا رئيسة نادي سامبا التنزاني وكان معها وفد طبعا بيضم دي رئيس التنفيذي وكان معها عدد من الأعضاء وكان في مجلس الإدارة استقبلهم في زيارة رسمية زي ما قلت لحضراتكم في استفادة من خبرات النادي الأهلي في كل المجالات الرياضية مش بس المجالات الرياضية وأيضا في مجال التسويق في مجال الإعلام في مجال الإعلان وده الدور اللي دايما بيحاول للأهلي أنه يعززوا هذا الدور الإيجابي بيعززوا مع جميع الأندية الرياضية على المستوى الأفريقي طبعا إحنا عارفين أن أشققنا إحنا جزء من أفريقيا وإحنا الدعم الرئيسي لأشققنا في أفريقيا النهاردة الوافد ده كان بيرفقه طبعا الصحفية حناني الزيني اللي انتوا شايفانها دلوقتي على الشاشة دير مدير الترخيص واللوايح في النادي الأهلي استحبت الوافد في زيارة كده تفقدية في الجزيرة وطبعا كانت بتعرف الوافد النهاردة اللي كان بيزور النادي على بقى جميع المنشآت الرياضية هناك دولاب البطولات التاريخي برضو ملعب التتش زي ما انتوا شايف ده الملعب؟ لا مش ده دولاب البطول ده دولاب البطول ده طبعا شكل مميز جدا وصورة رائعة يعني احنا دايما بنتكلم سهام ان دايما التطوير حتى التطوير الناس بدأت تبص النادي الأهلي نادي الأهلي نادي كبير جدا وبدأ النادي الأهلي هو يكون منطقة جذب لأندية أفريقيا زي ما شفنا انه هو كمان ييجي ويستفيد من خبرات النادي الأهلي نادي الأهلي هو نادي القرن الأفريقي نادي الأهلي هو نادي البطولات وبالتالي بدأت الاندية الأفريقية بتعمل زيارات وبتعمل لقاءات مع مجلس الإدارة وبتقول على جميع المستويات على جميع المحاور على التطوير يعني النهاردة كابتل الخطيم بيهدي عالم واميس النادي الأهلي اللي وفد سيمبة التنزاني ده دليل ان النادي الأهلي زي ما احنا شايفين في الصورة ده طبعا تشيرت النادي الأهلي وكابتل محمود الخطيب بيهديه طبعا مع شعار وهدايا أخرى لنادي سيمبة التنزاني زي ما بقول لقطة رائعة جدا يعني دي لقطة بصراحة كفاية انها ترد على كل الكلام اللي تقالي الفترة اللي فاتت كل الكلام ان احنا بنشوف نادي أفريق بيجي يستفيد من نادي الأهلي عايز يستفيد من خبرات النادي الأهلي النادي الأهلي هو شايفه هو النادي الأكبر على المستوى الأفريق ان فيه زيارة زي دي والزيارات تتوالى ان شاء الله على زيارة النادي الأهلي مجلس الإدارة بيقدم كمان الدعم على المستوى الفرة الأفريقية مستوى الدعم على المساعدة ازاي النادي الأهلي بيخطط ازاي النادي الأهلي بيحصل بطولاته فصورة رائعة بصراحة صورة يعني تدعو للفخ وان انت كمان تكون في خدمة الاندية الأخرى اللي في القارة الأفريقية فهو ده النادي وهي دي الأواصر الحقيقة اللي دايما بيحاول النادي الأهلي الأكثر شعبية في أفريقيا أنه يعززها علشان كده النهاردة كابتن محمود الخطيب كان في استقبال الوفد نادي السنبا زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة وكان حريص كمان خلال اللقاء ده على أنه يرحب طبعا بخلاف أنه يرحب بالوفد التنزاني الحديث عن هذه العلاقات العلاقات التاريخية اللي بتربط الأهلي بسنبا وأكد طبعا على الدور المحوار النادي القارن في خدمة الأندية أندية القارة الأفريقية وزي ما قلت لحضراتكم أنت بس مش بس داعم أنت بتنقل خبراتك وبتنقل كوادرك في كل المجالات مش بس في الكورة في كل على جميع المستويات لا صحيح على جميع المستويات بالظبط إحنا ده ما بيكون فيه زي ما بنقول إحنا نفسنا كده حد من مصر يطلع يروح ألمانيا أو يروح إنجلترا أو يروح بلد متقدمة على المستوى الملقى يستفيد وبالتالي بدأت زيارات على عشان النادي الأهلي هو نادي قارن الأفريقية هو النادي الأكبر على المستوى الأفريقية وزي ما قلنا الاستفادة ما بتكونش بس في مجال كورة القادم لا إحنا بنتكلم على استفادة مجلس إدارة بيدي استفادة على مصوى التقطيط إحنا شفنا قبل كده الأهلي عشرين خمسين على مستوى المستقبل بيخطط إزاي على مستوى البطولات نفسها في جميع الألعاب بيخطط لها إزاي على مستوى المشروعات على مستوى الاستداءة إن شاء الله واستداء الأهلي اللي هيتفتح رايب نادي سيمبا التنزاني ده نموذج صغير بيقول إن النادي الأهلي أو بيضل إن النادي الأهلي ده هو نادي القارن الأفريقية هو النادي الأهلي هو النادي الأكبر أفريقيا مش بس بنتيجك الخبر ده بيقول كمان باحتوائك لأشقائك في أفريقيا انت لما بتحتاج الدعم بتلاقيه على طول من قبل النادي الأهلي طبعا الوفد التنزاني برضو هو أبدر الرغبة دي أبدر رغبته في أنه عايز يستفيد من خبرات النادي الأهلي في المجال التسويقي والمجال الأكاديمي على فكرة المجال الأكاديمي مجال مهم جدا جدا يعني مثال يحتدى به في النادي الأهلي زي ما قلنا برضو لحضركم في مجال الإعلام المجال التعاقدي النهاردة خلاص انت بعد ما حولت نادي سامبا لشركة مساهمة ده الكلام ده من ثلاث سنين فخلاص أنا الأوان بقى أنه يتبمي الاتفاق على أنه يقوم نادي سامبا التنزاني بتقديم تصور شامل لأوجه التعاون المطلوبة خلال الفترة اللي جاية ما بين الناديين علشان يدرس ويستفيد ونستفيد صحيح تجربة مفيدة جدا وكمان خلان نتكلم أن الرئيس التنفيذي سامبا التنزاني قال أن الأهلي فخر أفريقيا يعني هو بنفسه قال الأهلي فخر أفريقيا والتعاون مع النادي الأهلي هو شرف كبير جدا جدا أعرب طبعا بربارا جونزاليس دي رئيس التنفيذي لنادي سامبا التنزاني عن سعادتها كبيرة جدا بزيارة مقر النادي الأهلي في الجزيرة وأكدت أنها لحظة تاريخية لحظة تاريخية بالنسبة لها أنها تتواجد داخل جدران نادي القرن الأفريقي وقالت زيارة اليوم زيارة رائعة فقد حضرت وشاهدت التاريخ داخل النادي الأهلي نادي الأهلي نادي عملاق عملاق القرن الأفريقية وبالطبع طبعا بتتطلع لتقرار هذه الزيارة في المستقبل القرائب أضافت كمان بحثنا مع كابتن محمود الخطيب صبل التعاون بين نادي سامبا والنادي الأهلي الذي تسعى لاستفادة منه طبعا زي ما تكلمنا فيه جميع المجالات لما يمتلك النادي الأهلي من خبرات واسعة طبعا هو سيد القارة زي ما بتقول وتتطلع أنه في الفترة اللي جاية كتلاميذ تتعلم من النادي القارن هو النادي الأهلي وصاحب طبعا دايما نادي الأهلي صاحب الصبق دائما في كافة المجالات